عندما سيرة تراثية مهمة كما قلت طبعا عمل أستاذا في بداية مشواره عمل أستاذا في ذانوية واذيبو والطينطان ثم محافظا للمتحف الوطني مدة سنوات واصبح بعد ذلك مدير المؤسسة الوطنية لحماية المدن القديمة ثم رئيس وهو الآن رئيس مجلس دارس المكتب الوطني للمتحف ومن نشاطاته أيضا المدنية هو الأمين العام لللجنة الموريتانية للمواقع والمعالم إيكوموس المعروفة اقتصارا وهو أمين عام مركز البحوث والدراسات الولاتية وزيادة على ذلك فهو من أبناء المدينة التاريخية والاتة التي سننتهز بوسط وجوده معنا للتحدث عنها وذلك بحيث لا يمكن الحديث عن التراث دون الحديث عن هذه المدينة الأثرية هذه المدينة العالمة كما يمكن أن يقال فنرحب به باسمكم جميعا وبداية أطرح عليه سؤالا جامعا أريد أن يحدثني عن واقعي وأباق التراث الوطن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حقيقة أن المهتم بالتراث والمتعاهد للتراث في إطار معالجته للتراث لا مناصة من أن يعرج على مرتكزاته الأساسية وهي الإنسان والمجال والتاريخ فالإنسان هو الفاعل المركزي في التراث وهو الذي خلق الأثر وهو الذي أيضا يخلف الأثر وبالتالي هذا الأثر لا بد له من موقع أو من مكان مكان هذا الأثر هو المجال والمجال هو كل ما فرضته جبرية الجغرافية من أماكن تكون موضوع هذا التراث هذا التراث أيضا ضمن متخلاته الأساسية التاريخ ذلك لأن التاريخ هو جوهر التراث وفي هذا السياق يجدر بناء العطية ولو صورة مقتضبة عن معنى التاريخ فالتاريخ لغة هو تحديد الوقت أو الإعلام به وقيل هو إسناد التاريخ لملمة ظاهرة أو دولة طاقية أو أمر هائل وبالتالي يكون هذا التاريخ أيضا هو الموثق والمسجل لكل الأحداث والوقايا التي عرفها الإنسان منذ بداية صنع أدواته حتى يومنا هذا في هذا السياق لا بد لنا من أن نعطي تعريفا التراث الثقافي ما هو التراث الثقافي؟ التراث الثقافي جيد إذن التراث الثقافي هو كل تلك التعبيرات والحمولات الرمزية ومشاءات المعمارية القديمة أو بقاياها وهو أيضا تلك المتلكات الثقافية المنقولة التي تعبر عن ابتكارات الإنسان الذي خلق هذا التراث بإذن الله إذن في هذا السياق يحضرني أيضا إعطاء مفهوم عن الممتلكات الثقافية ما هي الممتلكات الثقافية؟ المتلكات الثقافية هي أساسا المكون المادي للتراث خاصة ونعني بها التراث المادي يعني التراث المنقول أو التراث الثابت وهي أيضا القطع الأثرية أو الأتنغرافية أو تلك القراطيس المكتوبة والمعروفة بالمخطوطات وهنا لا بد لي من أن أعطيها ولو أمثلة طبعا مهم أن أمثلة على هذه الممتلكات الثقافية الممتلكات الثقافية الأثرية هي تلك الممتلكات التي نتجت عن حذر أثري أو وجود بصدفة أو حصول عليها عن طريق الصدفة وبالتالي أو تلك الممتلكات النقدية التي خلفها لنا الأقدم وهنا أريد أن أعطيها ولو تعريفا أو شيئا مقتضبا عن دينار المرابطي جيد لأن هذا الدينار هو جزء من الكنوز الثقافية المنقولة ويعتبر نقدا أثريا قديما من الذهب الخالص تم ضرب هذا الدينار الذي وصل إلينا في سياق قصتين سنتعرض لها تم ضربه في عدة ورشات ورشة سجل ماسا في عهد أبو بكر بن عمر ورشة مراكش في عهد يوسف بن تشفين ورشة ملاقى مرسية في عهد علي بن يوسف بن تشفين وهذا الدينار المرابطي عثرت عليه في بلادنا عثرت على نقود منه في بلادنا في منطقة التقاند في مكان يعرف بمكان واد الشارين سنة 1967 عذر أحدهم على علبة مكونة منه قيل أنه يوجد بها سنة 1967 قيل أنه يوجد بها 250 قطعة إلا أن السلطات العمومية في منطقة التقاند لم تحصل إلا على ستة دلانير لماذا؟ قيل أنهم فتحوا تحقيقا في ما لاحظوه من زيادة أو كثرة الصياغات الذهب في تلك الفترة ووجدوا أنه في باحة الصاغة وبالتالي عثرت على ستة دلانير في هذه السوق هذه الدلانير مضربة في عهد يوسف بن تاشفين وكتب عليها في صفحتها في إحدى صفحتها لا إله إلا الله محمد رسول الله وتحت ذلك يوسف بن تاشفين أمير المسلمين وفي الصفحة الأخرى مكتوب عليها آية من القرآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهذا الدينار من الذهب الخالص وتم العثور على هذه الدلانير الستة وهي الآن موجودة لدى المعهد الموريتاني للبحث العلمي نعم موجودة في مخازن المعهد الموريتاني للبحث العلمي وهذا الدينار أيضا كان له صيت كبير فقد تم تداوله في المحيط المتوسطي وفي بلدان أوروبا المسيحية كما تبنته بعد تلاشي الدولة المرابطية تبنت الدولة الموحدية وزادت بقوته ويقال أن لكونت دا بروفانس في فرنسا أهدى الإمبراطور 12 ألف من هذه الدلانير ذروة هائلة ذروة هائلة كما يقال أن ملكة قشتالة سنة 1492 مولت الرحلات التي قام بها كريستوكو لوند بما يزيد على مليون دينار مرابطي وأن أحد الملوك القشتاليين ألفونس الثاني تبنى هذا الدينار وأصبح يطلق عليه مرابط ألفونسي وبالتالي فإن المغاربة في تلك الفترة كانوا يفضلون أن يشتروا بضاعتهم بالدينار المرابط حتى أنهم فرضوا أن يبتعوا بهذا الدينار في سوق الإسكدرية إذن هذا الدينار كان له صيت كبير وكنا سنكون لدينا مجموعة مهمة جدا لو حصلنا على المبلغ المذكور من الدنانير التي وردت إلينا هو الإنجبار في تقهانة والدشارين صدفة صدفة تم العهور عليها صدفة الأيقونة الثانية التي تعجبني أن أذكرها عنها شيئا هو أيقونة إثنغرافية وأقصد بالإثنغرافية هي تلك الممتلكات الثقافية الإناسية التي تعتبر جزءا من صنعي الإنسان بيده ومن أيضا الموضوعات التي ترتبط بأعراق البشر وما يختلفون إليه من ابتكارات ومنها الصندوق المحلأ الصندوق الموريتاني المعروف المزاركش والذي كان له صيت كبير في الغرب الإفريقي خاصة في معرض دول ما وراء البحر الذي حدث سنة 1923 هذا الصندوق الذي عرفه الحاكم هاري إبير بأنه من أجود الصناديق التقليدية التي شاهدها في الغرب الإفريقي والمدرسة المعروفة التي صنعت هذا الصندوق هي مدرسة المدرسة المدرسة ومن أهم أعلامها أحمد والجمجي والنجمجي والبون بيرد هؤلاء الصناع كانت ابتكاراتهم رائعة جدا وقد صنعوا صناديق لعيان في المنطقة كأحمل الديل والشيخ سعد بو وهذا الصندوق له عدة وظائف فالمرأة تحتفظ به بحلاها في هذا الصندوق وتحرص عليه والمغفر يحرص عليه بوضع به البارود وما يتلازم ذلك وكذلك الزاوي مخططته وقراطصه وهو أيضا أثاث وزينه للخيمة الأيقونة الثالثة أو الجزء الثالث من هذه المتلكات الثقافية والأهم هو المخطوط المخطوطات ما هي المخطوطات؟ المخطوطات هي كتب أولفت قبل ظهور طبعة وهي إما من الأصلية وإما ما السخطة من الأصل وهي من أهم مصادر البحث العلمي والتاريخي هذه المخطوطات عرفت في بلادنا منذ بداية التأليف الذي شهدنا بدايته من عهدنا القرن العشر الهجري إذا استذنئ ذلك التأليف الذي رأيناه في العهد المرابطي وهو الإشارة في تدبير الإمارة لصاحبه أبو بكرم الحسن الورادي الحضرمي فنجد بداية التأليف في بلادنا من القرن العاشر فنجد كتاب شرح موهوب الشريع على مختصر خليل لأحمد الوداني الذي كان حياً سنة 953 وكذلك شرح على الإجار الرومية لصاحبه سيد أحمد المحمد الغيث المحجوبي الولاتي الذي ذكر صاحب فتح الشكور أنه كان حياً سنة 932 نضاف إلى هؤلاء أحد المغافر المعروفين في مناطق أزواد وهو أحمد بن عمر الدليمي الذي شرح السنوسية الصغرى إضافة إلى ذلك هناك ظهرت عدة أمور أخرى ومن أهمها أول كتاب في التاريخ أول مخطوط في التاريخ وقد ظهر هذا المخطوط في ولاته سنة 850 مؤلفه بابا قوري بن الحاشق محمد كانو الذي يعتبره كان مرجع لأحمد دبابة التنبكتي في كتابه وكان مرجع أيضا لصاحب الفتح في كتابه تاريخ الفتح في أخبار الملوكي والجيوشي وأكابر الناس وما زال بئر في ولاته معروف ببئر بابا قوري وهو من آل الحاج ذلك لأن منطقة ولاته في عهد القرن الثامن الهجري تميزت فيها أسر مسوفية بالعلم وهي آل الحاج وآل انداغا محمد وآل أقيت آل الحاج منهم بابا قوري بن الحاج وآل انداغا محمد منهم انداغا محمد الكبير الذي قال عنه عبد الرحمن السعدي أنه هو أول من اشتقل بالعلم في التنبكتي ومنهم أيضا أحمد بابا التنبكتي البشهور وحائلة الأقيتين المعروفين إذن من أجمل ما سمعت عنه من هذه البخطوطات ذكره المقري في كتابه أن أحد المغاربة أهدى إلى السلطان الأيوبي رقعة في ورقة بيضاء إن قرئت على السراج كانت ذهبية وإن قرئت تحت شعاء الشمسي كانت فيضية ذهبية كانت فيضية تحت السراج وذهبية إن قرئت تحت الشمسي وحبرا أسودا إن قرئت في الظلي هذه قطعة سحرية جميلة جدا رائعة جمال الخط وللخط حقيقة في بلاد العربية اشتغال كبير فقد ظهرت عندنا في المعروفين وظهرت تذهب أيضا تذهب هذا هو دور كبير في أظهار جمالية الخط العربي إذن هذه مجموعة من الممتلكات الثقافية المنقولة من مختلف التفرعات التراثية التي أردنا أن نشير إلى أهميتها مهم جدا ويقودني إلى سؤال ما هي إشكاليات البحث الأذري البحث الأذري حقيقة إشكالية موجودة في بلادنا ذلك لأن في بلادنا الكثير من المواقع منذ بداية صنع الإنسان لأدواته حتى اليوم منها المواقع ما قبل التاريخ ومنها مواقع وسيطة ومنها مواقع معاصرة ومنها أيضا المفتلكات الثقافية تحت الماء إذن هناك تراث مفتوح يعني لوحات من الفن الصخري موجودة مترامية ما بين ترسلي حتى أهرولات النعمة ويقول بعض المؤرخين بأن تواجدها ربما كان إنارة للطريق القافلي خاصة الطريق اللامتوني أيضا بالنسبة للبحث لا بد له من التنقيب ففي بلادنا حدثت الحفريات موجهة باستحياء في مجموعة من المواقع التي نريد أن نتكلم عنها من أهمها موقع أزوكي وموقع كومبي صالح وموقع أودا قوست فالحفريات في هذه المناطق كانت حفريات موجهة ذلك لأن أولاهات التي حدثت في موقع إبراطورية غانا أو مملكة غانا التي يقول المؤرخون أن بدايتها كانت من الثالث وحتى الثالث عشر المدادية وأن هذه المنطقة كان أول من أراد أن يكشف عنها هو وصول لبعثة من المعمرين من تومبوكتو يرأسها بونيل دي ميزير إلى ولاتة وكان معه مدير مدرسة تومبوكتو جزائري يدعى أحمد بن حمود وصلوا إلى ولاتة سنة 1912 وطلبوا من أهل المدينة أن يدلوهم على هذا الموقع كما أنهم طلبوا أيضا دائحة ببعض المخطوطات يريدون للطلاع عليها وذهبوا بها ولم ترجع ما يقارب 110 مخطوط ذهبوا بها منهم فتح النسخة الأصلية من فتح الشكور ومنها نسخة من شرح كتاب الله العزيز القرآن من القرن الخامس الهجري ومنها درار الحسان على تاريخ السودان لباباكوري ومنها أيضا عدة نسخ من الحوليات نسخ الأصلية من الحوليات نسخ أصلية أنظر كانوا عقوم جابروا أبدا موجودة في المكتبة الوطنية الفرنسية النسخة الأصلية النسخة الأصلية الآن موجودة في المكتبة الفرنسية وهل محسب قوانين التراث استرجاع المنهوبات هل يحق لنا أن نطالب يجوز لأنه بالآوين الأخيرة ظهرت نيات لدى بعض القادة في أوروبا بإمكانية استرجاع هذه الممتلكات الثقافية المنهوبة أو المهاجرة طبعا نحن شفناهم عيارة الضوال وهي يأتي غرون توفا طبعا الروفات هذا التراث الموريتاني التراث الموريتاني أيضا تعرضت كثير من النهب خاصة ما يعرف بنهب محلي ونهب خارجي نهب محلي كنوز بوتيليميت كنز بوتيليميت ثمانين كيل ثمانين كيل كيلو جرام من الذهب المصاق ومن القرن الحادي عشر تم العذور عليها في انطقاء من بوتيليميت وحاولت السلطات آنذاك تعويضة الذين اكتشفوا الكنز إلا أنها لم تتمكن في الوقت المناسب وبالتالي تلاشط بالصياغ هذا التاريخ أشعود تقريبا 66-67 ونظن قا وأوردها كاتالوج في هاللي دي نجال من ضمن المقتنيات المفقودة ومنها أيضا الدلانير المرابط وهي طائقة الناس والله هذا وصل إلى الصغة وباعه من حصل عليه ولم ينتظر التعويض اللي هو معوض يا راسو وبالتالي تلاشع وهناك أيضا ما يعرف كنز أمادو أمادو للحاج عمار تيجان وعدة أسويرة من الذهب الخالص تم العذر عليها وهي الآن في متحف ما يعرف بمو مزيدار أفريكي أوسياني في باريس الذي أصبح كيبرانلي إذن أغراض الحماية يجب أن توفر الحماية للمبتلكات الثقافية وذلك بتفعيل القوانين الصادرة في هذا الخصوص كالقانون الأول لالوا السندوس والقانون الملبوس الذي تم استضاره متصف حوالي 2006 2007 حوالي التراث الملموس وبتالي فإن هذه المنتلكات الثقافية يجب أن نقوم بأبحاث لكي نحصل على هذه هذه الكنوز وهلقع يدل على أنه نوسر وخرق عما فات يقول أحد المؤرخين في حوليات تيشيت بأنه في تازخت يلتقط وفي تازخت يلتقط الذهب حتى اليوم حتى اليوم وهو توفي 1255 معنى أن هذه البطقة كانت منطقة أجانب يأتون من تنبوكتو خاصة أمراء العسكيين عندما يكونوا مغاضبين يأتون لأون تنبوكتو ويسكنوا فيها وسكنوا فيها علماء الوقايتين وكانت مركز تجاري ومركز الثقافي كن بصالح في مملكة قانا وقع ومدون ذلك هذه المواقع التي تم هناك أيضا نأخذ مثلا أو داقوست مثلا مثلا أو داقوست هي هذه لا نبش شوي وترك أو داقوست أشار إلى الرحالة والمفكرون العرب في كتاباتهم ومن أهم أولئك البكري وابن حوقل وأبن خلدون والقلق الشندي والإدريسي ذكروا أن هذا الموقع كان موجودا في القرن الثالث الهجري نهي وأن مؤسسه مؤسس الحلف الصنهاجي هو تينيوروتان بلوتوكيلان وأنه كان يخرج في مئة نجيب مئة نجيب وكان أيضا ووصف الموقع بأنه مدينة تقع بين جبلين ذي شعاب وأنها هي أشبه بلاد الله بمكة المكرمة وأنها كانت بها سوق عامرة حتى أن صاحبها عندما يتكلم الإثنان لا يسبع وحدهما الآخر هذا وذكر أحد التجار المسوفيين أنه شاهد إفادة أو سكم بدين على تاجر إراقي يسمى محمد بن السعدون بمقدار 42 ألف دينا رفاطين وفي الحقيقة فإن المنطقة كانت منطقة التقاء التجارة التجارة في الجنوب والتجارة في الشماء هذه قمة الإعمار طب تقيقة غريبة سبحان الله وقفت على أطلالها مرة أصبحت تدال أما بالنسبة لموقع الزوغية الذي هو امتداد لأن الحلف الصنهاجي كان تأسيسه في منطقة أوداقوست وأن يحيى بن عمر القدالي كان آخر من ظهر بإبارة الحلف الصنهاجي مطلع القرن الخامس الهجري وكان القدالي هذا بداية لقيام دولة المرابط وهو من جاء عبدالله بن ياسي وهنا يمكن أن صنف يحيى بن عمر القدالي كأول مؤسس للحركة المرابطية وأن المرشد الأول هو عبدالله بن ياسي بينما يكون المؤسس الثاني هو أبو بكر بن عوار والمرشد الثاني هو أبو بكر بن الحسن المراد الحضرمي وبالتالي تكون منطقة أزوغي هذه أشار إليها أيضا البكري في كتابه فقال إن يوجد قرب جبل لمتونة موقع يسمى أزوغي حوالي 20 ألف من النخيل وأن هذا الموقع به قلعة تشرف على هذه المواقع القديمة تشرف على الباحة المرابطية التي يقول مداوة بعض الباحثين الفرنسيين بأنها هي أقدم مكان يمكن أن ينقب فيه في الغرب الإسلامي من الحضارة الإسلامية يعني أن أقدم بقعة من الحضارة الإسلامية توجد في منطقة حول قلعة أزوغي وأن مؤسس هذه القلعة هو يانو بن عمر بن الحاج أخو أبو بكر ويحي بن عمر وأن أهلها يقول الإدريسي كانوا يلبسون أزياء يسمونها بمكادرات وهي اختصارا هي ما يعرف بالقندورة وأن نحن عندنا كثير من الإشكاليات ولا تشهد إلا حملة من 79 حتى 83 من أجل الكشف عن القلعة أما واحدة النخيل فهي موجودة شمال القلعة ومغرب نحن أمام كثير من الإشكاليات إشكالية الصون والخيف والتزمين تزمين وهنا لا يستعوني إلا أن أطيع صورة أيضا أن الإمبراطورية مملكة غانا التي كانت تعرف بمملكة غانا وهي تقع في الحوض الشرقي على بعد 60 أو 80 كم من تنباتق 150 جنوب غرب ولاة هذه الإمبراطورية أسستها وكانت مرحلة ازدهارها بعهد عائلة كرسيسي السونيكيين وتقول الرواية السونيكية بأن مدينة غانا أو العاصمة غانا والملك كان يدعى إضاء غانا كانت تتكون مثلات بدن كن بقالتا وهي مكان قصر السلطان والقابة المقدسة وكن بصالح وهي مكان العلماء والتجار والوسط العرب المسلمين الذين كانوا يتبادلون مع السودان الغربي وكومبي جوفي وهي مدينة العبيد والمشاءات الزراعية تقسيم هذه هي حسب الرواية السونيكية إذن ليست لدينا معلومة دقيقة علمية يمكننا تعطينا معضيات أكثر من تلك الحفريات التي قيمت ما بين تسعة وثلاثين أربعين خمسين وهي التي حصلنا على من خلالها على المسجد الكبير الذي كان يوجد في بدئ بعضات فرنسية لا شك أنها جان ديفيز ومنهم الله علي تعود السق مثل جبرة فماتية طبعا فيه كثير من المقتنيات التي تسافر بغرض يافيطات البحث أو يافيطات الترميم وهي حقيقة قطع لن تعود إذن هذه البواقع هي كانت بمذابة الكنوز وما زالت هي الكنوز المدفونة في بلادنا ويجب علينا أن نقيم حفريات أو حملات تنقيب حقيقة بالنسبة الذي يقتراح هو أن مهرجان المدن القديمة استنفذت تراث الشفوي الشفوي صحيح مكة ما يقارب عشرة سنوات في معالجة وتذمين ما يعرف بالتراث اللامادي أو تراث الشفوي وأعتقد أنها فرصة جيدة لهذا التراث وأهملنا التراث وبقي التراث المادي يعني هذا التراث الذي يمكن أن يشكل لنا مادة علمية مفيدة يمكن أن تعطي إجابات على كثير من الإشكاليات الغامضة وبالتالي نحول هذه الميزانية إلى ميزانية البحث الأذري اختراح البحث الأذري حقق اختراح بعد سين وراهم هل يسمعوه المسؤولين باطع عنه ذلك وهو ضروري نحن عندنا عندنا شي عندنا أرض ملآة بالكنوز صحيح ولا شك أن البحث عنها لا يكلف كثيرا بذلك وضع يكلفه ساوي حتى المعالم اللي بتنا إجهرنا وإشبرنا كن بصالح ولا تبع ما بتنا إشبرنا ذليهم المدن القديمة إشكالية المدن القديمة التأسيس المدن القديمة كلها مؤسسة على روايات شفر لماذا؟ لأنها تفتقر إلى البحث والتنقيب على ذكري المدن القديمة أريد أن تحدثوني بالتفصيل أكثر عن مدينة ولاتها ولاتها متا وشيات وما هو بنبطوطة وش طرف من مجيه وش لاحة وش مزال من هذا وش مزال من ما يميز ولاتها عن غيرها ولاتها ما يميزها الآن الحالة هو أن الحي القديم ما زال حيا ما زال مسكونا بينما في باقي المدن الكثير من الأحياء القديمة هدما أو قطة الرماء هذه المدينة هناك عدة روايات تأسيس هناك رواية سونيكية والتي تعتبر تأسيسها من طرف جماعة من السونيكي وافدة من غانة وهذا تأسيس سيكون حديثا لأن غانة سقطت تحت ضربات سوسو حوالي 1206 بلادية وأنا أرى أن المدينة التي تأسسها هي مدينة طبق الأصد أو طبق الأصد الذي كان سائدا في منطقة مدينة الملك في غانة وهي غالتا أو غالتا والتي تطور الاسم حتى أصبحت ولاتها بينما كانت بيرو هي المدينة القديمة التي تأسست عليها المدينة ويذكر الشخص المختار الكنتي أنها تأسست في القرن الثاني الهجري وأن مؤسسها عقب بن نافع وأنه ترك فيها أحد قواده وأن ويذكر بأنه بنافيها المسجد وأن هذا المسجد يرجع تاريخه إلا أن المسجد الحالي ربما يكون هو المستوى الرابع أو السابع من التأسيس للمساجد واحد فوق واحد بفعل القدم التاريخي تأسست طبيعة على حسب وما حسب الرواية الصونيكية فإن المدينة القديمة تأسست عندما هرب ساكنة وغانة إشفاقا من ضربات الصوصو إلى ولاته بينهم الصونيكيون وبينهم طبقا من الأشراف بني صالح يرأسهم الشيخ إسماعيل وأنهم أسسوا المدينة وهناك فعلا في ولات حاليا المدينة فيها أحياء وأولئك الذين أسسوها بقايا أسرة الكامرة التي ساقطت مملكة غانة في عهدهم والآن يوجد في ولات حيين واحد يسمى كامرا قاني وكامرا قدئ وفعلا هذه تسمية ترجع إلى أسماء أسرة مالك كانت في غانة نهاية القرن الثاني عشر كانت بالمدينة سيطرة البسوفيين يقول ابن بطوط الذي وصل ولاته سنة 525 يقول ومدينة أولات الشديدة الحر بها يسير نخلات يزرع نخلالها البطيخة ومياه بأحساء بها ولحم الضأن كثير بها وذياب أهلها حسان مصرية وغالبية سكانها من مسوفته هذا ابن بطوط نعم بينما كان الحاكم حاكم زوجي يدعى الفربا حسين فربا حسين نعم وبالمناسبة كان فيها أيضا مجموعة من التجار في تلك الفترة المغاربة منهم أحبد بن مبداء الذي نزل عنده بالبطوطة وهذه المدينة أيضا كما سبق وأنا أضفت انتعشت فيها الثقافة العربية بفضل المسوفية هذه الأسرة الثلاث آل الحاج وآل وقيت وآل الدغة محمد هم الذين كانوا وراء تسهير العلوم ونشرها ما بين ولاة وتن بكتو وكانت ولاة سابقة على تن بكتو يقول عبد الرحمن السعدي وكانت تسوق قبل في بيرو وكان عمارة تن بكتو خراب بيرو هذا واتن بكتو كانت تأسست سنة في القامل الخامس الهجري بما يفيدنا بأن ولاة تتأسست قبل ذلك وسكنها الكثير من كثير من المثقفين والرحالة وجاء أهل أشراف من 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 سجل ماصر بفعل التجارة التي كانت قائمة الآن استوعبت الغريب أن هذه المدينة استوعبت موجتين من السكان موجة 1487 عندما أفر سكان تن بكتو خوفهم من صنع علي بيرو فتضامن رئيس أمقاشرنا أكل أقملول ومحمد نضى الأجري الذي كان حاكم للتن بكتو وخرجوا بألف جمالي إلى ولاة من المثقفين وطلاب صنكوري والولاتيين الأصليين واستوعبت قبل ذلك بقرن الوافدين من غانتها وبهذا تكون هذه المدينة مكونة بثلاث مدنة على ذلك كانت مكونة من بيرو وولاتا وتعزقت هذا حكما هو نسخ أو طبق الأصد من النمط الغاني غانت أيضا كانت ثلاث مدنة وكان لكل بدينة وظيفتها يجدر بنا هذه الوضعية السائدة في المواقع والمدنة التاريخية أن نبحث عن حلول لحماية هذا الموروث الثقافي ويمكن لنا أن نقوم بعمليات إنقاذ للمواقع يقام بعمل تنظيف شاملا للموقع وتسييجه وفتح مراكز إرشاد وتوجيه داخل هذه المواقع وبالتالي توجيه أيضا حملات تنقيب وحفر بغيتها هذا الضروري ولكن قبل نقاذر الموضوع ولاثه هذا الفن المعماري الولاثي هل هو مستجلب من المكان؟ نعم الزخرف الولاثية لها أصول ترجع في بدايتها إلى أهد المنسى موسى حسب بعض الروايات التاريخية ذلك لأنه ليست لدينا معلومات علمية إلا أنه يقال أنه في رخلته للحج أنه أنفق كل ما يملكه بالذهب حتى أدى ذلك إلى انهيار الذهب في القاهرة بالنسبة ليزيد على أضرعش فربيا وأنه في تلك الفترة أهدى كثيرا من الذهب للسلطان المملكي وأن هذا الأخير أهداه مجموعة من الزرابي البقتيرية القادمة من قوليا وبها الكثير من الزخرفة وربما يكون وإسحاق الساحل الذي استقدمه المنسى موسى معه إلى مملكة مالي بغية بناء قبة في قصره وهذه القبة بها مصاطب تعرف بها بمبا وهذه موجودة الآن في ولاته وبها أيضا مصاطب كبار وقالوا لها بمبري وهنا تحضرني بيات قالها أحد الولاتيين جمع فيها بعض الإثنغرافية الولاتية القديمة يقولون فيها ألا ليتشعرها الأبيت لليلة بعيد الإشاي عند الإمام ببنبري يفاكه ناسعده يفوح دخانه وفي الشتقهيث التالي من قوري قنقري يجالب أطراف الحديث وتارة يحدث عن صغرى وعن صرف ونزري ونزري هو المبادلة بالقواقع يعني الوداع كانت هناك المبادلة بالوداع كأملة كأملة طبعا كانت كأملة يأتون بها من مناطق المحيط الهندي أو البحر من توسط تذكروني أبيات لأحدهم يقولوا فيه وليت جماله بحملها الوداع تنتفعو تنتفعو للوداع ينفعو حمل الجمال له وليت جماله بحمل الوداع بحملها الوداع تنتفعو يعني تذمين لقيمة القواقع أو الوداع أو ما يعرف بالونزري الذي كان بمثابة عملة في تلك الفترة وهذه الزخرافة تعتبر نوع رفيع من العمارة الأندلسية أو المورو إسبانية من جهة أخرى يقولون أن هجرة المورسكين أو تهجير المورسكين أدى أيضا إلى نشر هذه الثقافة في ولاة خاصة وأن هناك أسرة عالوية كانت من مركب المحاجيب تعرف بآل الدعلي ربما كانت هي أيضا من رية أبو إسحاق الساحلي الذي يذكر أحد الرواد السوداني بأنه أجرى عليهم سلاطن ومالي منحة تتقدر بـ 12 ألف ديناري سنويا بهبا وهؤلاء هم أولئك الذين نشطوا في العمال المعمارية في المدينة إذن هذا الوضع لا بد لنا من أن نثمنا أيضا التراث الذي لدينا فأنا أيضا لدي مشروعات اقتراحات من أهمها اقتراحات في سياحة تاريخية سياحة تاريخية ما هي السياحة التاريخية؟ السياحة التاريخية أو إعادة تنشيط أو إحياء الأحياء القديمة في المدن القديمة بالرشوع إلى إمارتها القديمة وهي أظهر ما كان ما هو من أهداف لنسكول التي تبنت المدن القديمة كطراث عالم ينبغي ينبغي أن تكون ما حرمت ما حرمت مثلا تغيير تبقى المدينة القديمة أصلية أصلية بعمارتها وبوسائل العمارة التي استعملت فيها وهنا تتمثل السياحة التاريخية في أن عملية تمذيل بغية جذب السائحين التمذيل كأن يلبسون يقوموا بلباس وأزياء القرون الوسطى في دور من القرون الوسطى وفي أطعم من القرون الوسطى وأدوات من القرون الوسطى هذا هو ما يعرف بالسياحة التاريخية أما السياحة الثقافية فهي جميع المواقع المتوفرة القديمة كشخصيا ملاحظة شخصية هذا مهرجان المدن القديمة قيمة به أصل كما قيل لنا من أجل تنمية هذه المدن أنت من خلال معرفتك الولاة قبل قبل المهرجانات وبعدها هل ضرّال هالشيء أم لا من أجل تنمية من أجل تنمية من أجل تنمية أجل تنمية أجل تنمية أجل تنمية لا مستقبلاً لا مستقبلاً لا مستقبلاً لهذا غداً بعد المهرجان ما يبقش لا يبقى إلا السكان الأصلي أو حتى السكان المقيمون بل السكان المنتسبون يذهبون أيضاً لا يبقى أحد فإنها حقيقة ينبغي أن تقام حفريات وينبغي أن تعد الطرق ويوفر الماء لهذه المدن كي تستمر ويقام أيضاً بعملية ثقافية من أجل إحياء تلك المواقع الثقافية وتذمين أيضاً هذه المواقع كترميم المباني القديمة وإعادة إحياء الزخرف وإعادة أيضاً تعبيد الشوارع لأن في المدينة نحن عقلنا على عليها معبدة بالحجارة وما يعرف بفاج قامت اليونسكو في فترة ماضية منذ عشرين سنة وخمسة عشر سنة بعملية تعبيد بعض الطرق المؤدية لبعض المراكز المهمة بالحجارة بالطرق الأولية وما قالت عن العزلة وتعبيد طرق أيضاً هذه المدن إلى الآن لا تجد مدينة قديمة بها طريق معبد ولا طريق موصل إليها حتى أن بالنسبة للحوض الشرقي جميع المدن وصل إلى التعبيد إلى مدينة ولاة بينما لا تتعدى 80 كيلو متر إلى المركز وهي أحق أحق المدن بطريق معبد وتفتقر حتى أنها أيضاً ألغيت من بحيرة الظهر هذه البحيرة التي تنطلق من الظهر ولاة وصلت حتى المناطق المحاذية للحوض الغربي وهذا في الحقيقة يقول جل من قائل وجعلنا من الماء كل شيء حي وبالتالي فأستحي من أن أقول بأنه حقيقة منع الماء يكاد يكون ذنباً هناك أيضاً ما يعرف بالترميم والحفظ والصون هذه وسائل يمكننا بواسطتها أن نعطي دفعاً جديداً للمتلكات الثقافية التي حصلنا عليها وأن نقوم باختناء مخبر للمحالي المشعة كما يعرف بالكربون 14 نحن عندما نحصل على مادة قديمة ليست لدينا هذه السوائل التي يمكننا بواسطتها أن نقوم بعملية تحقيب كربون 14 الورانيوم الورانيوم أرغون البوتاسيوم هذه كربون 14 يمكن لك أن تؤرخ به ما يزيد على 40 ألف سنة أما البوتاسيوم واليورانيوم في ثلاث مليارات سنة وبأضعف الإيمان أن يكون لدينا أيضاً هذه المحالي أستاذ لم يهم البحث عن الآثاء الآثاء الدور يعود عندنا هذا تلقائياً غير إداحان هناك مثلاً كان هناك لدى المعهد الموليتاني البحث العلمي كان هناك مخبر وكان به مرمي وكانت به توجد به إدة محالين من بينها الكربون 14 حتى منتصف الثمانينات والوسائل استطاع العدل ميكروفيلم الميكروفيلم والمحالين الوراقية تختلف عن المحالين التي التي يحقب وتقوم بعبل التحقيب حول المباني وحول المغتنيات العضوية الأخرى أما بالنسبة للمخطوطات فهناك محالين ومياه تعطي تماسكاً للوراق وحفوان أيضاً للكتابة إذن على كل حال هذا الحديث يمكن أن يطول باللي نهما قلنا بل أن في هذا التراث المادي حقه أرجو إن شاء الله أن تسوى الجهات المعنية بحظه وصيانته وبلاحتي عنه أولاً من جوه الأرض تسمع ذلك وأن تقوم بجهود اللازمة في نهاية البرنامج أعود إلى الأستاذ آله المرواني لقدم له أحرة تشكراتي باسمكم جميعاً كما أشكر زميلين عبد الرحمن كعباش ومصطفى عمر الذين قام بشانب الفني من هذه الحلقة وإشكركم جميعاً وإلى حرقات أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة